نفسك كمان انت قدمت ايه للناس في عشرين عشرين ورّت لهم صورة ربنا ازاي ايه تاني كده نقولها تاني راجع نفسك قدمت صورة ربنا للناس ازاي كل واحد فينا انسان مسيحي طلع كده من المعمودية محطوط عليه صورة الله وبيقدمها للناس وغزبا عننا لما بنعمل حاجة كويسة يقول لك يا سلام شوف ربنا ولما تعمل حاجة وحشة زي ما بوليس يقول في روميا اتنين لأن نسمى الله يجدف عليه بسببك كل واحد فينا كبار وصغيرين يعمل اختبار بسيط النهارد او بكرة يفتح اللي هو عنده فيسبوك كده يفتح الفيسبوك بيج بتاعته ويرى الكومنتات اللي هو كتبها والصور اللي حطها والافكار اللي بيعرضها ويراجع نفسه ويشوف انا قدمت ايه للناس انا عملت انعكاس لصورة ربنا ازاي بكلامي بافكاري بهزاري بسخريتي بتنمري بثوري بحركاتي ايه الافكار اللي انا قدمتها للناس عارفين الموضوع ده بس يكون سبب توبة كبيرة جدا 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 لان بولس يحذرنا يقول لك لان اسم الله يجدف عليه بسببكم وقابليه هيقول لانك صورة العلم صورة صورة التقوى وتظن انك معلم للاطفال مش كده ومهزب للاخبياء ولك صورة العلم والحق في النموذ لكن انت بتقدم الحقيقة يعني صورة سيئة وطبعا لو انت بقدم صورة كويسة برافو عليك كمل كمل انما راجع نفسك انا قدمت افكار ايه للناس مش بس بقى على الفيسبوك لأ في كلامك في حوراتك في افكارك في نصايحك لما قم تيجي تقول لبنتها يا بيت تخليك ناصحة اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا لما اب يقول يا ابني اعمل غلط اعمل كذا اعمل كذا بنقدم نصايح ايه لصحابنا بنسأل على اهلنا ونقول لهم ايه قدمنا صورة ربنا للناس ازاي دي حاجة لازم نراجع نفسنا فيها كويس لعني عارفين دي هتخلي ربنا يقول لك نعم نعم او انت بتعملها صح هتلاقي ربنا يفرح بيك ويقول لك نعم ايها العبد الصالح والامين ادخل الى فرح سيدك ولو كنت عملتها غلط هتلاقي ربنا بيقول لك ليه يا ابني ما انا مديك النعمة ما انا مديك الامانة ما انا مديك المعرفة ما انا مديك الحرية انك تختارني يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات فمحتاجين نراجع نفسنا قدمنا ايه للناس اللي حوالينا افعال وكلام واراء وافكار ويا ريت نخلي بالنا من السنة اللي جاية كل حاجة بنكتبها كل حاجة بنقولها كل حاجة بنتعامل بيها وبنعلمها تكون متوفقة مع ربنا تكون بتساعد ان ربنا يستعيد خلاص العالم مرة اخرى مش بعكسه مش كلامه اوعى تعاكس كلام ربنا اوعى تعلم عكس تعليم ربنا راجع نفسك قدمت ايه للناس راجع نفسك ربنا يعني كان باين في حياتك ولا كان باين بالعكس راجعوا صوركم قدام الناس لان مش موضوع مظهر لكن موضوع جوهر والجوهر طبعا بينعكس على المظهر يبقى احنا دلوقت يقولنا حكتين ترجمة نانسي قنقر